إلى بيت المقدس يعني إلى أرض الشام وهذا يعني الإسراء وقع يعني أفقياً يعني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أما المعراج فهو عمودي بمعنى أنه وقع من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى فهذا الحدث العظيم اللي أقع لرسول الله صلى الله وسلم عليه احتوى واجتمل على مواجزة باهرة من الله سبحانه وتعالى أيد بها نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام والحكمة الثانية من هذا الحدث العظيم في كونه كان يعني هذا الإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس وبذلك يعني في ذلك دليل على عالمية دين الله تبارك وتعالى حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي ذلك دليل على أن الإسلام ليس فقط يعني يخص الجزيرة العربية يخص مكة المكرمة وإنما إن الإسلام يشمل كل بقاع الأرض ففي ذلك دليل على عالمية الإسلام وفي ذلك دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مبعوثا فقط إلى الجزيرة العربية وإنما هو مبعوث إلى جميع العوالم العاقلة بطبيعة الحال فالنبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما ميزه الله تبارك وتعالى به هو أنه أرسله ربه تبارك وتعالى إلى جميع الناس يعني إلى كل بقاع الأرض وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بقية الرسل والأنبياء عدا محمد عليه الصلاة والسلام فإنهم بوثوا في أقوامهم والرسول عليه الصلاة والسلام بوعث إلى الناس كافة يعني تشوفوا في هدايا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث كذلك إلى أرض الشام وإلى غير أرض الشام من البقاع ومن كل أماكن هذه المعمورة وهذا الكون بل قل إن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الجان كذلك وليس إلى الإنس فقط وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين صدق الله العظيم واتشوفوا في هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى أمر عالم الجن كذلك بأن يستمعوا إلى القرآن الكريم وبأن يؤمنوا بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام فنعم إن النصارى يعني الله تبارك وتعالى بعثلهم سيدنا عيسى عليه السلام واليهود بعثلهم ربي سيدنا موسى عليه السلام وكذلك لكل الأقوام والرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى العرب وكذلك إلى كل الناس يعني رسالة موسى نسخت برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ورسالة عيسى إلى النصارى نسخت برسالة محمد صلى الله وسلم عليه وهذا معنى من معاني بعثة محمد عليه الصلاة والسلام يعني في آخر الأنبياء هو خاتم الأنبياء وكونه خاتم الأنبياء يعني أن رسالته صلى الله وسلم عليه ناسخة لكل الرسالات السابقة ولا يعمل إلا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام كذلك في حادثة الإسراء والمعراج دليل آخر على أن البيت المقدس قد ضمت إلى المقدسات الإسلامية لأنها كانت منتهى إسرائه عليه الصلاة والسلام حينما أسري به عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يعني في ذلك دليل على أن المسجد الأقصى هو من المقدسات الإسلامية والنبي عليه الصلاة والسلام يعني وقتل لها مشا وذهب إلى بيت المقدس وهناك صلى بالأنبياء عليهم السلام وكذلك قدم إليه قدحاني قدح من لبن وقدح من خمر واختار صلى الله وسلم عليه اللبن فقيل له هديت إلى الفطرة نعم هديت إلى الفطرة لأنه اختار اللبن فهو غذاء تام وهذا وقع في بيت المقدس ولذلك يكون قد ضم بيت المقدس إلى المقدسات الإسلامية التي ينبغي على المسلمين أن يدافعوا عنها ونسأل الله تبارك وتعالى بهذه المناسبة أن يحرر أرض فلسطين وأن يحرر بيت المقدس من أياد اليهود العابثين الغاسبين ثم بعد ذلك أعرج به عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماوات العلا وفي كل سماء كان عليه الصلاة والسلام يلتقي بنبي من الأنبياء فالتقى بسيدنا آدم عليه السلام والتقى بسيدنا يحيى وبسيدنا موسى ثم التقى بسيدنا يوسف والتقى كذلك بسيدنا موسى عليه السلام ثم بسيدنا هارون وكذلك التقى بسيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وكافة الأنبياء والمرسلين السلام وكان كل نبي يسلم على الرسول صلى الله وسلم عليه ثم رفع إلى سدرة المنتهى وهناك اقترب عليه الصلاة والسلام من ربه فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه يعني فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني الله تبارك وتعالى أوحى لمحمد عليه الصلاة والسلام ومن جملة ما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى أوحى إليه أمر الصلاة وهو أمر هام وهام جدا ترون حضرتكم أن كل الفرائذ والواجبات الله تبارك وتعالى فرضها على الرسول ومن خلاله على أمته فرضها عليهم في الأرض أما الصلاة فإنها الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء وكان ذلك في حادثة الإسرائي والمعراش الله تبارك وتعالى يريد من وراء هذا أن يشعرنا بمدى أهمية الصلاة وكذلك كل الواجبات وكل الفرائذ اللي ربه سبحانه وتعالى أوجبها على النبي وعلى أتباع النبي صلى الله وسلم عليه هي هامة وعظمة القدر إلا أنه بالنسبة للصلاة هي الفريضة الوحيدة التي أفردها الله تبارك وتعالى بأن فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وفي ذلك دليل على مدى قيمة وأهمية الصلاة عند الله سبحانه وتعالى فرض عليه وعلى أمته الصلاة خمسين مرة في اليوم والليلة وبقي الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل ربه التخفيف لا خوفا على نفسه وهو الذي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان كلما حان وقت الصلاة إلا والتفت إلى بلال وقال له أرحنا بها يا بلال بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان يجد راحته وهو واقف بين يدي خالقه عز وجل فهي أمتع وأسعد وألذ اللحظات التي كان يعيشها النبي عليه الصلاة والسلام ويجب أن يكون ذلك كذلك في قلب كل مؤمن عامر قلبه بالإيمان ومفعم بحب الرسول صلى الله وسلم عليه الصلاة فرضت خمسين مرة في اليوم والليلة وبقي الرسول يسأل ربه التخفيف حتى للي ولاة خمس صلوات وفي الأخير قال الله تبارك وتعالى إنهن خمس صلوات بأجر خمسين صلاة خمس صلوات يعني ربي نقص في عدد الصلوات خمس صلوات مفروضة يعني اللي هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعيشاء لكن من كريم فضله وعمم إحسانه أنه ما نقصناش في الأجر نقصن في عدد الصلوات ولو خمس صلوات مفروضة في اليوم والليلة لكن الأجر قال هو نفسه قال بأجر خمسين صلاة فمن حافظ على صلواته الخمس يكون له من الأجر كما اللي أدي خمسين صلاة في اليوم والليلة عدى النوافل ولهنا بشنشوف كرم ربي سبحانه وتعالى وهذه الهدية العظيمة اللي رجع بها الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة المباركة المقدسة إلى أمته فجاب لهم الصلاة اللي هي هدية وهي يعني أكبر نعمة يعني ينعم بها الإنسان لماذا؟ لأن الصلاة هي طهارة للقلب طهارة للوجدان طهارة للعقل طهارة للأبدان وربي سبحانه وتعالى شقول في شأن الصلاة في سورة العين كبوت قطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم نسأل الله تعالى حسن الهداية والتوفيق وإلى لقاء قادم بحول الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة